دلوقتي بقى عايز اقول لحضراتكم على العكس على العوامل اللي تضعف جهاز المناعة وهنبدأ فورا بقلة ساعات النوم طبعا قبل يعني قلة ساعات النوم أو اضطرابه والحكاية دي على فكرة بتخلي الجسم عنده قابلية أكتر لالتقاط الأمراض يعني انه يعي بسرعة اللي نومه مش انه نومه وحش أو اللي بيسهر كتير أو اللي بينام ويقلق في وسط النوم تمام؟ ده غير بقى انه بيطول فترة المرض نفسه يعني اي حد عنده المواصفات في النوم في النوم بتاعه بالمواصفات دي ويجي يعي لقدر الله تلاقي العية بتاعه وطول عن غيره وزي ما قلنا شوية يعني من شوية زغارين قوي ان فيه بروتينات الياس سايتوكاينز المسؤول عن تصنيع كرات الدم البيضة دي لا تفرز الا خلال النوم العميق والمستقر ودي معلومة مهمة قوي لأطفالنا كمان تاني حاجة تضعف المناعة هي التوتر تالت حاجة هي نقص فيتامين دال وفيتامين دال على فكرة بخلاف انه بينشط المناعة يعني لازم جسمنا يكون فيه فيتامين دال فهو بيخلي العظام في حالة قوية وبيحسن أداء كرات الدم الحمرة فيتامين دال موجود في البيض والأسماك واللبن والحبوب بخلاف أشعة الشمس هل هي فيها فيتامين دال؟ لا بس أشعة الشمس بتحول فيتامين دال في جسمنا من الصورة الغير نشيطة للصورة النشيطة ممكن نتعرض من 5 دقائق ل15 دقيقة في اليوم للشمس على الإيدين والدراعين والوجه من مرتين لتلاتة أسبوعيا مش لازم كل يوم ده في الصيف يعني إنما في الشتاء بنكتر شوية ياريت كل يوم والوقت الآمن طبعا بيكون قبل الساعة 12 الظهر وبعد الساعة 3 العصر رابع حاجة تضع في المناعة هي أدوية معينة زي ما سمعته كده فيه أدوية للحساسية فيه أدوية للقولون وكمان فيه أمراض زي الروماتويد والذقب الحمرة والكورتيزون والعلاج الكيميائي وطبعا إنتوا سمعتوا برضو كلمة المضادات الحاوية المضادة يبقى مش كل من نعية ناخد مضادة حاوي من نفسنا لازم يكون بإشراف طبي خامس حاجة تضع في المناعة هي نقص العناصر المهمة من الفيتامينات والمعادن من الفيتامينات والمعادن اللي قلناهم بكل تفصيل من شوية سادس حاجة تضع في المناعة هو التدخين التدخين بكل أشكاله السجاير سواء السجار اللي الناس بيلفوها هم بنفسهم يعني يجيبوا التبغ ويلفوه أو السجار اللي هي جهزة أصلا أو الفيب اللي هو السجار الإلكترونية أو الشيشة أو ما إلى ذلك يعني كل ده مضر ويضع في المناعة جدا سابع حاجة تضعف المناعة هي الأطعمة عالية الدهون وزي ما انتم كده سمعتوا في الأول إنه من مناطق اللي بيتركز فيها جهاز المناعة أوي مناطق اسمها بايرز باتشز ودي موجودة في القولون والمناطق والأغزاء عالية الدهون بتؤثر أول ما تؤثر على القولون بتعملوا اضطراب في الحركة والكلام ده كله خدوها قاعدة كده يا جماعة أي اضطراب في الحركة في حركية الجهاز الهضمي بتنعكس على طول على المناعة وده عكس مناس كتير أوي فاكرة وإيه اللي جاب الألعة مش عارف جنب البحر لا هم الاتنين متصلين ببحر زي ما سمعتوا كده الزايدة الدودية اللي علاقة بالمناعة والقولون اللي علاقة بالمناعة كل ده اللي علاقة بالمناعة تامن حاجة تضعي في جهاز المناعة هي الجلوس في المنزل لفترات طويلة أو الجلوس في أماكن مزدحمة لفترات طويلة عشان كده أنا بنصح حضراتكم إنكم كل أسبوع على الأقل مرتين تلاتة تنقوا كده مكان وياريت المكان ده يكون فيه خضرة يعني حديقة كده منطقة كده فيها شوية أشجار وتعودوا فيها أو توقفوا فيها مع ولادكم الحكاية دي مش نصيحة كده عشان بس المود والحل المزجية تبقى كويس لا النباتات النباتات الخضرة بينعكس منها مادة أو مواد اسمها فيتون سايدز الفايتون سايدز دي بتنبعث من النباتات أصلا يعني هي لها تأثير شبه المضادات الحيوية كده هي أساسا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الفايتون سايدز دي بتنعكس من النباتات موجودة في النباتات لحماية النباتات من الأمراض والحاجات دي كلها نباتات الخضرة اللي انتو بتشوفوها دي اللي هي اللي بتدي أي مكان شكل جمالي كويس حلو؟ هذه النباتات الفايتون سايدز دي اللي بتطلع منها ليها طبيعة إنها بتتبخر منها فاستنشاق الفايتون سايدز دي بيعزز جهاز المناعة علشان كده أهلينا في الأرياف وكل حد له علاقة بالمساحات الخضرة وهو بيشتغل ترس لايه منعته حلوة قوي لأنه بيستنشق الفايتون سايدز دي اللي بتطلع من النباتات وهي مفيدة جدا زي ما قلنا لجهاز المناعة تاسع حاجة تضعف المناعة نقص الحركة واللياق أما عاشر حاجة تضعف جهاز المناعة هو الحزن وخاصة الحزن الطويل والعميق وطبعا طبعا يعني العالم كله العالم الإنساني يعني العالم الذي يتسم بالإنسانية كله أكيد عنده حالات يعني كبيرة جدا جدا من الحزن تجاه ما يحدث في أماكن متفرقة من العالم تجاه ناس يعني ما لهمش أي زنب في كل اللي بيحصل له فيعني أنا بنصحكم طبعا وأنصح نفسي وأقول إن إحنا طبعا متعاطفين وكل حاجة الكلام اللي أنا بقوله ده مش إن أنا معناه إن إحنا نقلل التعاطف خالص ولكن لازم نقنع نفسنا ونقول لنفسنا أن الحزن العميق والمستمر على فكرة على أي حاجة مش لازم بس على أحداث سيئة بتحصل يعني أو كده لا بس يعني الحزن ماشي الحزن يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا برضو إن الحياة لازم نتجاوز هذه الأحزان ولازم إن إحنا نكون إيجابيين وندعي الواحد أعتقد إنه لما يدعي للناس أهلين مثلا في غزة من المصابين والشهداء وما إلى ذلك لما ندعي لهم أحسن بكتير ما نقعد حطين إدنا كده يعني على خدنا ونقول شوف اللي بيحصل لهم والكلام ده كله لما نحاول نتبرع عليهم نساعد الجهات الجميلة والمسؤولة في بلدنا اللي بتقدم كل هذه المساعدات ده حاجة إيجابية أنا بقول لكم المعلومة دي الخالصة لوجه الله الحزن العميق والمستمر يؤثر سلبا على جهاز المناع ترجمة نانسي قنقر